السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتكلم اليوم عن الحروف المتقطعة في القرآن الكريم المعنى عند الله عز وجل ما لها تفسير ما لها تفسرها ولكن بعلمكم نقرأها صحيح شون ننطقها ألف اللام والميم اللام والميم عليها الشخطة هذه المد المد الطويل مد ست حركات فنقرأها أعوذ بالله من شريط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم إذا بوصلها مع الآية وراءها أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أما في سورة العمران ألف لام ميم ولكن إذا أبوصلها لها هي الوحيدة الحكم الوحيد اللي الميم تقدر تمدها ست أو تمدها حركتين لأن الشخطة هذه لابد أن تمدها ست ولكن الوحيد اللي ما تسكنها تعطيها ألف تعطيها الميم فتحة لأن وراها ألف فأبقرار لكم إياها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو أعطيها حركتين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الوحيدة في القرآن اللي تعطيها فتحة الباقي كلها تعطيها توقف عليها نفس اللي قرأناها البقرة وسورة العراف نقرأها الألف ما عليها الفتحة المد الطويل فنقرأها ألف لام ميم صاد وسورة يونس تقرأ ألف لام راء الألف ما عليها الفتحة والراء ما عليها الفتحة اليوم فقط اللام ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وسورة الرعد لو أحد يقرأها يقرأها المع فلابد من التلقي فنقرأها ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وصورة مريم مصورة مريم صورة مريم الراء تفخم نقولها مريم نقول صورة بعد الكاف عليها الفتحة المد والها واليام عليها شيء والعين عليها والصادع هيها تمد ست حركات ست حركات أما الها واليام ما تمد فتقرأ كاف ها عين صاد ذكر رحمتي ربك عبده زكريا سورة طاها طاها مو طاها اسم النبي لا هذه حروف متقطعة تفسيرها هنا حروف متقطعة مو اللي يقول إنها من أسام رسول الله السلام خطأ فتقرأ طاها لأن ما عليها مد طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشق سورة الشعراء الطا مع الهمد والسين مع الهمد فتقرأ طا سيم تلك آيات الكتاب المبين سورة ياسين تقرأ الياء مع الهمد السين مع الهمد تقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سورة صاد نسمي على أول حرف تقرأ صاد والقرآن ذي الذكر وسورة غافر تقرأ الحامى على شيء والميم عليها المد حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم سورة خاف ودي نبه على المد شون مدها ست حركات إذا كان أي حرف عليه الشيخ طاعت من ست حركات شون ست حركات فأقول قاف وَالْقُرْآن المجيد هذه تقريبا حروف متقطع في القرآن الكريم وجزاكم والله خير نسأل الله هنا ما يكون فيه أخطاء الأخطاء بسيط عسى الله يوفقنا ووفق كل مسلم وانصح أخواني بالتلقي من المشايخ كل المسجد فيه إمام وفيه مؤذن من التجويد فالقرآن لابد من التلقي وسهل جدا لا يحتاج ذكاء ولا يحتاج دراسة ولكن تلقي مع التلقي رح يصير قرآتك بإذن الله ممتاز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته